موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين قوات الجيش تحرر عددا من المواقع شمال تعز وميليشي الحوثي تجدد قصفها للاحياء السكنية في المدينة الجيش والمقاومة يحضران مناطق جديدة في الجوف والتحالف يدمر منصة صواريخ في حجة المحكمة العسكرية بمأرب تعقد جلستها الخامسة لمحاكمة المدعو عبد الملك الحوثي والمتورطين في الانقلاب موسيقى استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم حققت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا مهما شمال مدينة تعز وقال مصدر ميداني ان قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع مهمة في شارع الاربعين وكبدت ميليشيا التمرد والامام الحوثية خسائر كبيرة فيما لجأت الميليشيا المتمردة الى الانتقام من الاحياء السكنية بالقصف العشوائي أيام ولا يالي وهم يزحفون باتجاه العدو في منطقة الاربعين شمال مدينة تعز ويفككون عشرات الحقول من الالغام والشبكات التي سمعت لمنعهم من التقدم ووصلوا بالفعل الى مواقع الهدو واستعادوا مواقع مهمة وتقدموا ببسالة وطرفيات كمن ينحت بالصخر وهم يرون ان الحصار قد طال على مدينتهم ويجب ان ينتهي تم تحقيق انتصارات وتقدمات ملموسة لأفراد الجيش الوطني بالكتيبة 16 مسنودة ايضا من ابطال الجيش الوطني في الكتيبة 17 في اللواء 22 ميكا تم التقدم الى منطقة بعيدة جدا انهاروا الحوثيون وبسبب ذلك هم يستهدفون المناطق والحارات والابرياء بقذائفهم بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فمنذ يومين حاولت الماليشيات ان تستعيد المناطق التي اخذت منها من قبل الجيش الوطني ولكن باءت بالفشل ثم بعد ذلك لقاءت الى ان تضرب مثل كل مرة بالقذائف هناك ضحايا ابرياء هناك ضحايا من النساء من الاطفال ومن المدنيين يتقدمون بثبات ويواجهون العدو بعزيمة لا تلين ويكبدونه عشرات القتلى والجرحاء وخاصة بعد دفعهم بمئات من المقاتلين المدنيين الى المعركة كما افادنا مصدر عسكري والذي ذكر ايضا لان رجال الجيش يشفقون على هؤلاء المغرر بهم ويطالبونهم بعدم التوجه الى مناطق التماس كونهم من ابناء المحافظة اولا وصغار السن وغير متمرسين للقتال كما تعرض شرق المدينة ظهر اليوم لقصف هستيري من قبل الميليشيات المتمركزة بتبة السلال وسوفتيل بالسلاح الثقيل مما افزع السكان وعلى رأسهم الطلاب واولياء الامور فالانفجارات التي استهدفت الجحملية وحية الرضوان كانت مرعبة وتهز المدينة قصفت مقاتلات تحالف دعم شرعية منصة اطلاق صواريخ تابعة لميليشيا التمرد والامام الحوثي المدعومة من ايران شمالي محافظة حجة وقالت مصادر عسكرية ان غارات مقاتلة التحالف استهدفت موقعا للميليشيا في مدينة حرض وان الغارات اسفرت عن تدمير منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا وعدد من العربات التابعة لها اشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا التمرد الحوثية تستمر العمليات العسكرية التي اطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف وفي الهجوم الذي شنه اليوم ابطال الجيش الوطني باسناد من القبائل تم تحرير مواقع جديدة في جبهة الشهلة القريبة من بئر المرازيب وتكبدت ميليشيا التمرد والامام الحوثية خسائر كبيرة في عتادها وارواحها فيما تم اسر عدد من مسلحها الامور كلها منتهية الان المواجهات قرب بئر المرازيب بنشبه للحوثة اللي شلم منهم شلم مجموعة كثيرة واللي قد لقي حتفة لقي حتفة اللي ما يشلم جبهة العلم صافية ولا عاد فيها شي اذا حد يقول ان فيه شي يجي يجاور نسوان من القنوات من اي مكان او الحوث يضلل عليهم ويكذب عليهم قد هنا الان في دحيضة جنب الحوش حق بنهايلة البلوك اخر جندي من الحوثة سلم في الضلع الغربي من الضلع اربعة هنفار والان هم موجودين مع الشباب قال طارق هبا مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية حيران بمحافظة حجة انما يزيد عن ثلاثة الاف طفل في المديريات المحررة شمال المحافظة لم يتلقوا اية لقاحات او تطعيم منذ ولادتهم محذرا من عواقب غياب هذه اللقاحات الضرورية على صحة الاطفال وتهديد حياتهم واضاف هبا بانه لا وجود لأي منظمات دولية عاملة في القطاع الصحي شمال المحافظة كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية من جانبه دعا مدير عام مديرية ميدي العميد علي سراج كافة المنظمات الدولية لانقاذ حياة ثلاثة الاف طفل من ابناء المناطق المحررة نتيجة افتقارهم للقاحات يأتي هذا في ظل استمرار حصار ميليشيا التمرد والامام الحوثية المفروض على مناطق شمال حجة منذ ما يقارب ثلاث سنوات عرقلت خلاله الميليشيا دخول الإغاثة والأنشطة التجارية والمدنية وكذا الجهود الصحية لا توجد أي منظمات دولية أو إنسانية داخل المديريات المحررة في محافظة حجة هذه قائبة غيابا تام لم توجد أي منظمة فأنا أدعو ومن هنا من مركز الجعدة مديريات ميدي محافظة حجة أدعو كل المنظمات الإنسانية والصحية أن تتواجد في هذه المديريات المحررة حيث أنا والناس بأمس الحاجة حيث ونحن الآن مواليد أكثر من ثلاث ألف مولود منذ ثلاث سنوات ولم يحصلوا تطعيم ضد شلال الأطفال أو ضد لقاح الحصبة أو ضد لقاح الكزاز فهذه لم تجد أبدا موجودة لحد الآن لم تجد أناشد ثم أناشد أن يسرعوا إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل حيث وبعد فترة إذا لم يكن لها علاج فسوف يصبح عندنا مجتمع مشلول كشف مصدر طبي عن استشهاد 22 مدى مدنيا بينهم نساء وأطفال من سكان محافظة الحديدة بنيران ميليشيا التمرد والإمام الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين وقال المصدر إن المسجفيات والنقاط الطبية في المناطق المحررة في الساحل الغربي استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين 22 مدنيا بينهم أربعة أطفال وست نساء وأشار المصدر إلى أن أعداد الضحايا توزعت على مديريات حيس والدريمي والتحيطة وحي منظر ومنطقة الطور ومدينة الحديدة وتضاف هذه الجرائم إلى سلسلة الجرائم الحوثية الإمامية بحق المدنيين في مختلف مناطق الساحل التهامي قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة المقدر بأربعة ملايين دولار وأوضح السفير أرون في تصريح للشرق الأوسط بأن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لم يصل إلى جيبوتي بعد إلا أنه سيكون هناك فور التوصل لاتفاق مع المليشي الحوثية وأشار أرون إلى وجود بعض النقاط التي تحول دون وصول فريق الخبراء وقال إنه في حال جرى حل لتلك النقاط العالقة فسنرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ستة أسابيع على الأرض وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية الصافر المتهالكة وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر وحملت مليشي الحوثي المسؤولية قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن التهديدات البيئية والإنسانية التي يشكلها خزان صافر على اليمن والمنطقة تستدعي ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشي الإمام الحوثية للاستجابة لدعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتجنيب اليمن والمنطقة خطر حدوث كارثة كبرى وبحث الحضرمي مع سفير الروسي الاتحادية لدى اليمن فلادمير دودشكين التنسيق بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية على الساحة اليمنية أشار وزير الخارجية مرور أكثر من ثلاثة أشهر على عقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن بشأن صافر دون أن يتم التوصل إلى حل لهذه القضية من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للحكومة الشرعية وتنفيذ اتفاق الرياض والتوصل إلى حل سلمي في اليمن في القريب العاجل قال وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود إن الوضع الذي يمر به خزان النفط صافر في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءا بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي لأعمال الصيانة وحمل الوزير العود في بيان صحفي ميليشيا الحوثي المتمردة مسؤولية عرقلة أعمال الصيانة وأكد أن تلك العراقيل التي تفتعلها الميليشيا ستتسبب بنتائج كارثية وأوضح العود إن انفجار الخزان صافر سيؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة وستقضي على التنوع البيلوجي والبيئي في أكثر من مئة جزيرة يمنية على البحر الأحمر وتحيل عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة وأكد العود تعاون الحكومة الجاد وتسيلها لمهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء ومنع هذه الأزمة ودع الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيا الحوثية لتسريع عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان عقدت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب اليوم جلستها العلنية الخامسة للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم أربع لسنة 2020 المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم التمرد والإرهاب الحوثي المدعو عبد الملك بدر الدين ومئة وأربعة وسبعين آخرين من قيادات الميليشيا الحوثية بتهمة الانقلاب والعدوان على الدولة والشرعية أدو السورية في الجمهورية اليمنية أسعرضت المحكمة قراراتها السابقة وأثبتت حضور لجنة الدفاع عن المتهمين والمحامي عن المجني عليهم من أولياء الدم ومماثل وزارة الدفاع وقدم المدعي العام العسكري شهودة وأدلة ومحاضر إثبات فيما يتعلق بإرسال الحرس الثوري الإيراني للمدعو حسن إيرلو للعمل كسفير مطلق الصلاحية لدى ميليشيا الحوثي في صنعاه والذي أثبت المدعي العام العسكري أنه عدو حربي وصل إلى صنعاه لإدارة العمليات العسكرية بصورة مباشرة ضد الجيش والشعب اليمني أشار المدعي العام إلى أن النيابة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم المدعو حسن إدريس أورلو إيرلو ضمن قائمة المتهمين في الجلسة القادمة واستمعت المحكمة إلى مرافعات وشهادات عدد من الضحايا لجرائم وانتهاكات ميليشيا الإمام والتمرد الحوثية والذين قدموا الأدلة والوثائق وقاموا بتوكير محامين عنهم لمنحقة الجناة والمجرمين أمام القضاء الوطني اليوم هي الجلسة الرابعة لمحاكمة عصابة البغي والإنقلاب الحوثية ونحن كمحامين عن الإدعاء الخاص فيما يتعلق بمن تم قتلهم أو عذبوا أو فجرة بيوتهم من المدعين بالحق الخاص إنصافا للضحايا وإن شاء الله سوف يتم محاكمتهم حتى نضمن عدم إفلات المجرم من العقاب وإنصافا للضحايا وندعو كل من لحقه ضرر من عصابة البغي والإنقلاب بان يتقدم بدعواه بالحق الخاص حتى لا يفلت المجرم من العقاب محامي أولياء الدم المجني عليهم من الضحايا الذين تعرضوا للقتل والتهجير والاختطاف والتعديب وغيرهم الذي ارتكب الحوثي بحقهم القرائم الذي الآن يحاكم عليها عبد الملك الحوثي ومن يعمل معه في هذه المحاكمة سيتم ملاحقة من يعمل مع مليشية الحوثي سواء في الداخل أو الخارج وقد اصدرت المحكمة قررت في قرارها السابق بإحضار أي جماعة من الحوثي من الخارج عبر الأنتربون الدولي وفي هذه القلسة حضر أولياء الدم حضر من المجني عليهم وتم توكيل هيئة الدفاع للدفاع عنهم وتقديم ما يلزم قانونا الغرض من المحاكمة هو حفاظا لحقوق المجني عليهم وكذلك حفاظا لسيادة الوطن تعرض رجال الأعمال وأصحاب المحل التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء الخاضع لاحتلال مليشية التمرد والإمام الحوثية لأشكال مختلفة من الابتزاز المالي بذريعة الاحتفال بالمولد النبوي وقال موقع العاصمة أولاين إن مليشيا الحوثي أجبرت أحد ملاك محلات بيع التليفونات في شارع القصر في العاصمة صنعاء على دفع مليون ونصف المليون ريال كعقاب على عدم تزينه لواجهة محله بشارات الخضراء وتستغل مليشيا الإمامة والتمرد الحوثية المناسبات التي تفرضها على اليمنين في مناطق احتلالها لتحقيق أهداف عدة منها تطييف المجتمع إضافة إلى فرض الإتاوات والغرامات المالية وفتح التبرعات لاحتفالات واستقطاب مقاتلين جدد لدعم عدوانها وإرهابها ضد اليمنيين قالت مصادر محلية في محافظة سقطرة إن تشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي اختطفت مدير ميناء الجزيرة أوضحت المصادر بأن مسلح الانتقالي اختطفوا مدير عام ميناء سقطرة رياض سليمان واقتادوه إلى جهة مجهولة ومنذ سيطرة تشكيلات المسلحة للانتقالي على أرخبيل السقطرة شهدت المحافظة حملات اعتقالات طالت مدنيين وعسكريين واسؤولين في السلطة المحلية ارتفعت نسبة الوافيات بوباء كورونا في القطاع الصحي في اليمن إلى تسعة عشر في المئة من اجمالي أعداد الوافيات البالغة عددها ستمائة حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة وتعرضت الكوادر الطبية في اليمن لنزيف غير مسبوق جراء فيروس كورونا وقالت مصادر صحية في جامعات صنعاء وعدن وتعز أنها خسرت أكثر من خمسة وعشرين استشاريا ومحاضرا بكليات الطب الحكومية وذكرت منظمة ميد جلوبال الدولية المتخصصة في القطاع الصحي في تقرير لها أن الرقم مرشح للارتفاع في بلد يعاني من تدهر نظام الرعاية الصحية بشدة وبحسب أحدث الأرقام من نقبة الأطباء اليمنيين ومنظمة الصحة العالمية فإن معدل وفيات الكورونا في اليمن يبلغ تسعة وعشرين في المئة من إجمال الإصابات المسجلة وهو أعلى بخمس مرات من المتوسط العالمي الذي يقل قليلا عن ست في المئة وتمثل وفيات الأطباء نحو تسعة عشر في المئة من إجمال عدد الوفيات المعلنة وهو رقم أعلى بسبع مرات عن المعدل العالمي اعتقلت الشرطة الروسية اليوم طالبين يمنيين من أمام سفارة اليمن في موسكو حيث يعتصم العشرات احتجاجا على وقف مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر وقال بلاغ صحفي للجنة التحضيرية اتحاد طلبة اليمن في روسيا إن شرطة الروسية اعتقلت الطالبين علي النجار وعمار سلطان اليوم من أمام السفرة المغلقة منذ نحو إسبوعين ودعا طلاب اليمن في روسيا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة إلكترونية لرفض القرارات التعسفية بحقهم من قبل السفير اليمني في موسكو أحمد الوحيشي وقالت اللجنة التحضيرية لاتحاد الطلبة اليمنين في روسيا في منشور على الفيسبوك إن التظاهرة تأتي رفضا للقرارات التعسفية غير المسؤولة بحق الطلاب وتأخر صرف المستحقات المالية وإسقاط 113 طالبا من كشفات الربع الأول وتنديدا بتصرفات السفير الوحيشي بحق المعتصمين كشف مختطفون وأسرى محررون في جبهة الساحل الغربي تم تحريرهم مؤخرا من سجون ميليشيا التمرد والإمام الحوثية كشفوا عن فضائع التعذيب في سجون التمرد الحوثية مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة المسؤولين عنها كان خروج الأسير محمد رشاد من سجون الحوث الإرهابية صدمة لأهله ورفاق نضاله فالشاب محمد عرف بحيويته وابتسامته خرج فاقد الذاكرة من التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة محمد رشاد كان هو أحد الأسراء الحرب في قبهة الحديدة في الساحة الغربي ويسر وهو قريح في ركبته وحصل إلى تعذيب من ميليشيا الحوثي وهذا هنا عاملوا أخص المعاملة وشخص مصاب في ركبته ودخلوا في ذقاطة مدة 14 وخرقوا مدة شهرين ورقعوا ثاني مرة في ذقاطة وكان واصلت لأقل تعذيب أما أنيس الرفاعي الذي استقبل بعناق من أهله وأصدقائه احتضن طفله وفتح نافذة من الوجع ليروي قصة أخرى في سجون الفاشية الحوثية الضرب يعني بشدة أنواعه أيضا استخدام أنواع من التعذيب كربط الخصيتين أو ركل الخصيتين بالأغدام أما الناشط المدني ناجي اختطفته ميليشيا الحوثي وهو يشرف على توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة استشهدت زوجته مع اثنان من أقاربها بانفجار لغم زرعته الميليشيات وهي في طريقها لزيارة زوجها المختطف طبعا ظلت في السجن ما يقارب الأربع السنوات في ظلها كان هناك عدد من المعاناة النفسية وغيرها وكذلك فقط زوجتي العزيزة السيدة ربابة كان منذ خروجها من المنزل حوالي بربعة أو خمسة كيلو تنفجر بهم لغم أرضي اشتشهد أثنين مبافقيها تم استعافها إلى محافظة أبو منها إلى محافظة صنعاء ظلت في المستشفى ما يقارب الأسبوعين وانتقلت إلى رحمة الله تعالى أما عبد الرزاق الجابي الموظف في إدارة مياه التحيطة فيروي قصة اعتقاله وتعذيبه في سجون وحشية الإرهاب الحوثي وكيف تعامل معهم قاضي المهزلة الحوثية كل شهر كان القاضي هدنا ويؤلم حنا بالحكم مسبقا في الجلسة الأولى القاضي محمد مفلح كان في أحد الجلسات كانوا بينيوا بينكم الميدان إعداما هنا تقريبا في مؤظم الجلسات كانوا يعيدون بالإعداما يروي السجناء والمختطفون قصص المعاملات الوحشية فقد كان خروجهم من سجون ميليشيات الحوثي ميلادا وحياة جديدة عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة وقعت اليوم مذكرة تعاون مشترك بين وزارة النقل السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن بهدف تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي في الجمهورية اليمنية وتحقيق الكفاءة والفعالية بمختلف طرق المحافظات والمدن اليمنية مثل الجانبين خلال التوقيع كل من معالي وزير النقل المهندس المهندس صالح بن ناصر الجاسر والمشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد سعيد الجابر وقال وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين وتحسين جودة الحياة من خلال المشاريع والبرامج النوعية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للمنطقة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية فيما قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن السفير محمد الجابر خلال التوقيع إن مذكرة التعاون المشترك ستساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليمن والارتقاء بمستوى خدمات قطاع النقل مع الجمهورية اليمنية والتي ستلقى بظلالها على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية لدعم ومساندة الإنسان اليمني حيث يعد قطاع النقل شريانا رئيسيا في ربط المملكة مع الجمهورية اليمنية وربط الجمهورية اليمنية مع كل دول المنطقة والعالم قال محافظ شبوى محمد صالح بن عدي بأن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل حجر الزاوية في النظام الإداري للدولة وأكد خلال لقائه بنائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري على الاهتمام بأوضاع مكتب الوزارة بالمحافظة وحل كافة الإشكاليات التي تواجه عمله الإداري والإشرافي من جانب أكد الدكتور عبدالله الميسري على أهمية الحفاظ على الحقوق الأساسية للموظفين وضرورة إنصافهم ماليا وإداريا وشاد بدعم السلطة المحلية لمكتب الوزارة بالمحافظة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومساعدتها لتأدية مهامها ووظائفها الإدارية بشكل مطلوب نشرتنا مستمرة وفيها استمرار حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة في المهرة مشروع سياحي حول سد مأرب هو الأول من نوعه تتواصل الحملة الأمنية لليوم الثاني على التوالي في المهرة لضبط ومنع تحركات الدراجات النارية بمدينة الغيظة مركز المحافظة يأتي هذا فيما طالب ملاك الدراجات بتنظيم حركتها وترقيمها والسماح لهم بالعمل كونها تمثل مصدر دخل للكثير من الأسر بعد أيام من نجاح الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة بالقضاء على خلية إرهابية كانت تسعى لإقلاق السكينة العامة بدأت تعزز من انتشارها كإجراء استباقي لأي عملية أخرى الحملة الأمنية التي نفذت شملت كافة حيام دينة الغيظة حيث تمكنت من ضبط عشرات الدراجات النارية والتي تزايدت مؤخرا بشكل ملفت الأمر الذي دفع السلطات هنا بإصدار قرار بمنعها نهائيا حتى إشعار آخر منع حركة الدراجات النارية في عاصمة محافظة المهرة لما تسببه من مشاكل واختلالات أمنية في هذا القانب قررت اللقنة الأمنية برئاسة المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر قرار منع حركة الدراجات النارية في عاصمة المحافظة لحتى تتمكن الإجهزة الأمنية والعسكرية من تنفيذ المهام الملزمة على عاتقها بكل نجاح لم تشكل الدراجات النارية خطورة على الوضع الأمني فحسب بل مثلت عبئا على شرطة السير أيضا بعد تضاعف أرقام الحوادث المرورية وعدم التزام ملاكها بقواعد السير وتزايد شكاوى المواطنين تم تدشين اليوم ضبط دراجات النارية من الساعة الثامنة أسباحا وسط السمر إلى جل المسلنة ضبط كل الدراجات النارية في نواحي مدينة الغيظة حيث إلى هذه اللحظة تم ضبط 61 دراجة في الساعة الأولى وإن شاء الله مستمرها الحملة الحملة حضيت بارتياح واسع من قبل الأهالي هنا وسط مطالبات بالبدء بترقيمها والتدقيق من هوية ملاكها والسماح لهم بالعمل مجددا كون أغلب هؤلاء يعلون أسر ويعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد لهم ولعوائلهم أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة دشنا وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري دورة الحاسب الآلي لأعضاء ومتسب جمعية ورعاية تأهيل المعاقين حركيا بالمحافظة التي تقيمها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بتمويل من صدوق التنمية البشرية أشهد الوكيل الجعفري بدور قيادة جمعية ورعاية تأهيل المعاقين حركيا في تفعيل مثل هذه الأنشطة لتأهيل منتسبيها مؤكدا دعم السلطة المحالية في المحافظة لمثل هذه البرامج التأهيلية خصوصا لشريحة المعاقين ناقش وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري مع قيادة كشافة ومرشدات المحافظة الترتيبات الجارية لإقامة المخيم الكشفي السابع وجملة من القضايا والاحتياجات التي تسهم في تطوير النشاط الكشفي وأشار الوكيل الجعفري لأهمية دور تفعيل الجانب الكشفي بخدمة المجتمع في شتى المجالات لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهود كافة الجرائح المجتمع وخاصة الشباب الذين تعلق عليهم الكثير من الآمال من أجل الحفاظ على استقرار البلاد تعد محافظة مأرب من أغنى محافظات الجمهورية من حيث المعالم الأثرية والسياحية لأن تلك المعالم تفتقد للخدمات التي تجلب الزائرين مؤخرا دشنت السلطة المحلية مشروعا ترفيهيا حول سد مأرب هو الأول من نوعه تقرير الزميل خليل مليكي وتفاصيل نحو السياحة والتنمية مأرب تشق طريقها وتبدأ بأول المشاريع السياحية وذلك جوار سد مأرب التاريخي بمنتجع ترفيهي بتكلفة تزيد على أربعة ملايين دولار سد مأرب العظيم هو وجهة سياحية عالمية وليست محلية فقط ومأرب منطقة حضارية تاريخية تستطيع أن تتخاطب مع ثقافات العالم من خلال تطوير هذه الأعمال التاريخية وهي بحاجة إلى أن نخدمها وهذا العمل نعتبره باكورة العمل الخدمي الاستثماري السياحي البتطور بإذن الله تعالى مأرب التي غيبت تماما خلال الحقبة الماضية رغم توفر عوامل النهضة فيها من معالم سياحية وأثرية تجعلها ضمن المدن العالمية في هذا المجال تؤكد قيادتها أنها بمثل هذه المشاريع ستستقطب السياحة الداخلية والخارجية وأن سدها العظيم وجهة سياحية عالمية المرحلة الأولى التي هي على القنوات ستكون غرف للعوائل والشباب الثاني شيء سيكون فيه شالهات جزء من الشالهات الشالهات ستكون نمط كل محافظة وإنت داخل المنتجع يكون على يسارك كانت تمر المحافظات الجمهورية بشكل عام نمط البناء بحيث نوعي الشباب يفهموا تراثنا المعماري حضارة مأرب وثقافتها التاريخية تعود للواجهة من جديد فالمدينة تشهد حراكا تنمويا ونهضة عمرانية نتيجة الاستقرار الأمني الذي جلب إليها الأيد العاملة والفرص الاستثمارية هنا يجري العمل لتنفيذ أول مشروع ترفيهي في محافظة مأرب بجوار سده العظيم والذي سيكون متنفسا لزائر هذه المناطق خليل المليكي سهيل مأرب دشن في محافظة مأرب مشروع الحقيبة الشتوية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويستهدف المشروع باثني عشر ألف حقيبة نازحين في المحافظة وذلك ضمن جهود التخفيف من معاناتهم سيما مع فصل الشتاء حضر تتشين وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح ووكيل محافظة البيضاء لشؤون مديرية رداع الدكتور سنان مقبل جرعون 12 ألف حقيبة شتوية للنازحين والمهجرين قسريا من مناطقهم وقراهم من قبل المليشيا الحوثية الحقيبة التي تأتي مع بداية فصل الشتاء يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن برامجه الإغاثية للعام 2020 مشروع كسوة الشتاء يهدف إلى تقديم الدعم العيني للأسر المتضررة والنازحة بالمستلزمات الشتوية بمختلف الملابس الشتوية بكافة أنواعها ولجميع الفئات العمرية وكذلك البطانيات وغيرها من المستلزمات الشتوية الأخرى بأكثر من 12 ألف حقيبة شتوية تأتي هذه الحملة امتدادا لمشاريع المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدمها للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الحقيبة ستخفف جزءا من معانات النازحين الذين يفتقدون لأدنى مقاومات الحياة ويتجاوز عددهم المليونين من جميع محافظات الجمهورية بحاجة إلى مساندة من جميع المنظمات الإنسانية الدولية هذه الحقيبة مجموعة من البطانيات عدد بطانيتين كل حقيبة شتوية تكون بطانيتين كبيرة وبطانيتين صغيرة واثنين بلوفر كبير واثنين بلوفر صغير واثنين جاكيتات واللادي كذلك وبدورنا هنا نحن شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية نتقدم ونكرر شكرنا وامتناننا لمركز الملك سلمان على قهوده القبارة والمستمرة والتي دائما تلبي حاجات المواطن اليمني والتي تعبر كذلك عن أصالة وعمق العلاقة بين الشعبين الشعب اليمني والشعب السعودي وكذلك نتقدم بشكرنا لرائد الإنسانية وملك الإنسانية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وقدمت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع كثيرة ومتعددة منذ الوهلة الأولى في الغذاء والدواء والسبل العيش في كافة المناطق المحررة خليل المليكي مأرب دشنا في مدينة سيئون اليوم عملية توزيع خمسة وعشرين عربة نقل توك توك على الأسر الفقيرة وذو الدخل المحدود والنازحين وذو الإعاقة في وادي حضرموت مقدمة من مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية وبتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة تدخل جديد في المشاريع الخدمية المستدامة هذه المرة يستهدف الأسر الفقيرة وذو الدخل المحدود والنازحين وذو الإحتياجات الخاصة لتقديم لهم عربات نقل لدعم مشاريعهم ليستكملوا مشوار ما قد بدأوه من قبل في مسيرة أعمالهم الخاصة وهي مقدمة من مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية وبتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة هذا المشروع الذي يأتي للقضاء على الفقر بحيث يتم تمليك الأسر المحتاجة من محدودي أو معدومي الداخل هذا التوك توك لكي يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتأتي هذه المركبات أو التوك توك لتنقل هؤلاء المستفيدين من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على ذاتهم في توفير احتياجاتهم كما ستساهم في الحد من البطالة والفقر بين أوساط المجتمع ورفع المعاناة عن كثير من الأسر في مختلف المحافظات المحررة هذه الأعمال التي كنا نريدها بهذه الصورة تكون فيها إكفاء وعزة لأبناء حضر موت في هذه المشاريع التي نستطيع أن نقول أنها تساهم في عملية مساعدة كل المستهدفين في الحصول على لقمة عيش كريمة وشريفة في نفس الجانب ومع انطلاق حركة المركبات فتتحرك عجلة مشاريع هؤلاء المستفيدون من هذا المشروع نحو الأفضل كما يقولون كون أن مشاريعهم قيد التنفيذ لتعطي لهم دافعا نحو تجويد أعمالهم وتطويرها نحو الأفضل ستقدم لي هذا السيكل عملي ساعدنا في عملي في تكطيب هذا الحطب هذا التحمول في موزعه إلى مكانات طلبات الناس اللي يبغوا يعني موافع يعني في محلها يأتي يعني ونمح تايلها صدق والسيكلة بتساعدنا في شغلي في عملي تخدمها الصباح في المدارس ساعدنا في المواصلات إن شاء الله الوقوف إلى جانب هؤلاء في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به البلاد يعد مهما وخاصة في تكوين مشاريع خاصة تدر بالدخل عليهم ستساهم هذه المركبات في توفير فرص عمل لذوي الاحتياج الخاصة وذي الدخل المحدود لتنقلهم من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء ليساهموا بدورهم في تقديم خدمات مجتمعية أقامت مؤسسة طيبة للتنمية اليوم بالتنسيق مع مكتب الصحة في مديرية حيران بحجة دورة في مجال التثقيف الصحي لمكافحة الوبائيات واستهدفت الدورة عشرين متطوعة من المديريات المحررة شمال محافظة حجة وحسب القائمين على الدورة فإنها تهدف إلى توعية المجتمع من خلال المتدربات بأهمية المكافحة الذاتية للأمراض الوبائية المختلفة والطرق الوقائية منها وشهدت مديريات شمال حجة ظهور عدد من الأمراض الوبائية المختلفة لا سيما الجلدية منها عقب مواسم الأمطار الماضية أقيمت في هذا اليوم دورة التثقيف الصحي للمطوعات وعدد عشرين في المناطق المحررة لمكافحة الوبائيات والأمراض المعدية بالنسبة للمعدية الفيروسية والبكتورية أو الجلدية من قبل مؤسسات طيبة بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمديرية كانت الدورة حول مكافحة التوعية توعية المجتمع نقل الصورة نقل الرسالة من الدكتور المطوعات من المطوعات إلى المجتمع لمكافحة الأمراض الوبائية مثل التيفوئيد والملاريا والحم الضنك والمكرفس والكوليرا والإسهالات بشكل أنواع والأمراض الأخرى التي هي الجلدية الفطريات والاسكابس الجرب والدودة المهاجرة اليرق المهاجرة نحن حضرنا من أجل دورة تطقيفية بخصوص الوبائيات والطرق الوقاية منها والحد من انتشارها نحن بتلقينا هذه المعلومات والفائدة أن نوصلها كرسالة وتصحيح مفاهيم خاطئة في المجتمع لدى الأمهات والأطفال وكبار السن كذلك ومن هم أكثر عرضة لهذه الوبائيات تلقينا الآن دورة تدريبية من شأن الوقاية من هذه الفيروسات والحد من انتشارها والتوعية المجتمع بأهمية صحته ومن شأن نحد من هذه الأمراض ونقضي عليها تمام وإن شاء الله نوصل هذه الرسالة بأكثر جهد لدينا إشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها كوة الجيش تحرر عددا من المواقع شمال تعز وميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية تجدد قصفها للأحياء السكنية في المدينة الجيش والمقاومة يحرران مناطق جديدة في الجوف وتحالف يدمر منصة صواريخ في حجة المحكمة العسكرية بمأرب تعقد جلستها الخامسة لمحكمة المدعو عبد الملك الحوثي والمتورطين في الانقلاب للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نيتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة